اشتركوا في القناة الآن ابتاعدي قليلاً هيا ابتاعدي انتظري يا ميمي أريد أن أذهب لألعاب مع السنان يا جدتي ساعديني في تنظيف البيت أولاً أيها الجدة احترسي أنا لم أعجز لحد الآن هذا ليس سيئاً دكتور نعمان ما الذي حدث تعالي اجلسي هذه يا جدتي سقطت عندما كانت تنظف البيت لا داعي للهرج والمرج تعثرت وفقط ماذا تحمل في يدك لا شيء ميمي هل هذا الرجل الغبي هو الدكتور الوحيد جدتي رجل عجوز وغبي يا إذن أنت امرأة عجوز وغبية إني أرجو المعذرة يا دكتور أرجو المعذرة أنت امرأة ساحرة يا تول عجوز فلن دعيني أبحث فيه حسب اعتقادي إنهم مجرد رغب نعم لا أعتقد أن العظم قد انكسر لكن من الأفضل أن تتأكد إنك دكتورة جيدة آيتها العجوز لقد كنت قابلة يا دكتور نعمان قابلة كنت قابلة أوه نعم يا إلهي أنت تعرف أن النسيان هو علامة الخرف آيتها الجدة هل خاصرتك بخير؟ اوه لقد نسيت أمرها هو هو هيي ميمي أوه شناج لا لا بنان تعالوا جدتي ما الذي حدث لكي لقد أعلمت نفسها بعض الشيء فأخذتها إلى الدكتور جدتي إنك نشيطة جدا الآن أجيب على سؤالي أي نوع من الرجال هو الدكتور نعمان الدكتور نعمار رجل طيب إنه طبيعي في تصرفه إنه أفضل دكتور في الغابة هل يعيشوا واحدة؟ نعم لماذا؟ لا شيء ميمي لنذهب إلى الميت مع السلامة مع السلامة أيتها الجدة يبدو عليك الارتياح إن خاصرتي في حالة جيدة الآن هذا هو السبب سأخذ من مربى المشمش هذه إلى الدكتور نعمان لأن ميمي لا تحب المشمش الطازج لذا فقد صنعت لها مربى المشمش هذه أوه إني أنصح ميمي دائما أن تأكل المشمش الطازج لأن المشمش يفقد الفيتامينات أثناء عملية صنع المربى أكل المربى أفضل من أكل لا شيء نعم بالطبع لكن تعنينا أنه ليس من الضروري أن أفضل المربى كلا أنا أنا أعني ماذا تعني حسب رأي ورأي زوجي فأنه من الأفضل أن لا نفسد ميمي ليس من الضروري أن نجعلها تحب أشياء وتكره أشياء إنها فعلا تحب أشياء وتكره أشياء لأنكم أفسدتموها أيتها الجدة أنا والدتها أنا التي أعتني بها تعنينا أني امرأة عجوز ولا يمكنها العناية بطفلة مثل ميمي أليس كذلك؟ إذا أردت أن أترك البيت قولي لي لأتركه جدتي ماما سأكل كل من المشمش الطازج ومرب المشمش هذه الفتاة تتملق مثل أمها ماما أيتها الجدة إني آسفة جدا لما قلت لك أنا آسفة جدا جدتي سوف لا أغير رأيي مهما قلت سوف أترك هذا البيت لأنك لا تريدينني هنا جدا لك أغير رأيي مهما قلت لك أغير رأيي مهما قلت لك أغير رأيي مهما قلت لك أوه أنت أنت لم تقوي لي يبدو أنك بحاجة لشخص يساعدك في بعض الأشياء ماذا تفعلين ما لا ترى سأنظف الغرفة تنظفين الغرفة؟ إنه بيتي يا للتراب المتراكب يا للقذارة دكتور نعمان اتركيني وحكي أرجوك أرجو أن تمد لي يد العون هيا ماذا يا لاب كيف هو الآن؟ ما إنه مريح بالتأكيد أيتها الجدال ما دافئ بما في الكفاية يلا يجب أن يسخن الماء قليلا بصراحة إنه حار جدا هيا إنها قطعت الشمس في السماء عالية لا زال الوقت مبكرا إن الوقت ليس مبكرا دعني أغسل الشراشر ما هذا؟ أيتها الجدال أنت لازلت هنا الفطور جاهز يا إلهي لا اوه ميمي كيف حالك؟ هل جتتي هنا يا دكتور؟ نعم يا ميمي إنها هنا أنا سعيد جدا لمجيئك أنا آسفة جدا يا دكتور لأنها سببت لك الكثير من المشاكل لا تباليها يا ادخلي أنا لم أسبب للدكتور نعمان أية مشاكل أيتها الجدة لقد جاءوا ليأخذوك إلى البيت لكني لا أريد العودة ماذا؟ لا أريد العودة أبدا أعيش أينما شئت أن أعيش أنا آسفة لما قلته لك إني لا أعتقد أنك تتأسفين بصدر أيتها الجدة جدتي اتركوني وحدي أنت ترغبين في العودة أليس كذلك تريدون أن توقعوني في الشرك أوه كلا يا عزيزتي فأولادك كل أولادي وأحفادي لا يحبونني لذلك سأبقى لا تكوني عنيدة تميل العجائز عادة إلى العناد لقد تنقلت من بيت إلى بيت قبل أن أجي إلى بيت ميمي وفي بيت ميمي كان يحبني الجميع وكنت سعيدة نعم كنت سعيدة جدا في بيت ميمي لكن في بعض الأحيان لم أستطع أن أكون لطيفة معهم كل العجائز يشعرن بنفس الشعور إنهن يقلقن فيما إذا كان الآخرون بحاجة إليهم هذا صحيح والآن اصغي إلي ميمي في انتظارك إنها فتاة طيبة جدا هذا أنا ما بالك يا ميمي؟ لماذا أنت حزينة؟ أخبريني يا ميمي إن جدتي لا ترغب في العودة ماذا؟ لقد تشاجرت مع أمي فتركتنا تريدينها أن تعود إليكم أليس كذلك؟ طبعا ميمي هيا نذهب إليها ونطلب منها أن تعود لدي فكرة جميلة اعتمدي علي يا ميمي أنا صياد ماهر حظا سعيدا يا بنان أنا سأجمع توتا البري ونحن سنبحث عن الزهور ماما أرجوك حظر لنا كيكة حسن والآن هيا لنبدأ العمل هيا هيا لا أعتقد أن الجدتي تتذكر أن اليوم عيد ميلادها ستكون سعيدة لوع منا لها حفلة عيد ميلاد سمكة كبيرة لقد جمعت ما فيه الكفاية أتمنى أن تعود جدتي يا لالا لا تقلقي ستعود حتما وستكون سعيدة لهذه الحفلة يا لجماليا لا يجزء أن تأكل الآن الآن هيا لنجلب الجد إلى هنا حسن افتح الباب يا جدتي جدتي جئنا من أجلك ماذا تريدون إننا نريد أن نحتفل بعيد ميلادك يا جدتي العزيزة سيكون هناك الكثير من السمك جدتي أرجوك أنت عودي لن أعود إلى البيت أنا لا أحب المتملقين أبدا آه إذننا لسنا متملقين أنا لا أريد العودة معكم ميمي اسمحي لي أرجوك أخبرين عن عيادة الطبيب أرجوك عيادة للطبيب لقد أصيب طفلي بالحمة فجأة طفلك أوه درجة حرارته هذا شيء كثير يا جدتي أرجوك يا جدتي أن تعودي إلى البيت أرجوك جدتي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طفلي طفلي هل ستساعدني جميعكم؟ ها؟ درجة حرارته عالية ستصبح ذات الرئة ولكن لقد أنجبت تسعة أبناء بضمنهم والد ميمي وإني أعرف كل شيء عن أمراض الأطفال مفهوم؟ مم جدتي أنا سأساعدك ميمي استبعوا إلي إن جدتي قابلة جيدة صحيح أرشوكم ساعدوها حسنا جدتي بماذا تأمرين أن نفعل؟ شكرا يا سينان أعضروا سطلا مملوءا بالماء وسخنوه لتدفأ الغرفة وأنا؟ أنت يا لالا أذيب الخردل في الماء لكي تتكثف الحرارة وأنا ماذا سأفعل؟ أنت قطع الشاش هيا أسرعوا جميعا نعم جدتي إنه جاهز حسنا إنه جميل لا تخافي ستنخفض حرارته حالا طفلي 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 قد عاد إلى وعيه طفلي جدتي لا تبكي يا ميمي أنا لا أعب الفتاة العطفية لكن حينما كنت في الخمسين من عمري قررت أن أصغر سني فأنا الآن ثمانية وثلاثون عامل لقد جاء دكتور نعمان عيد ميلاد سعيد للجدة شيء لطيف منك دكتور أرجوك أن تجلز شكرا جزيلا يا للوليمة الكبيرة ماما هي التي عدتها الجدة هي التي علمتني كل هذا ألا جدة دكتور نعمان ماذا؟ لقد قمت بعمل رائع هذا اليوم هذا لا شيء أنت تعرف أني كنت قابلة دكتور نعمان لقد وعدت جدتي بالعودة لدارنا هذا رائع ولقد قررت أن لا أتدخل في شؤون الآخرين أبدا ما هذا يا دكتور إنك لم تهيي طميصك جيدا هذا صحيح لقد خلعت الأزرار دكتور نعمان إنك عجوز غير نظيف أظن هذا لن تتوقف عن تدخل في شؤون الآخرين جدتي أيد ميلاد سعيد بتتتي العزيزة السلام عليكم بنعمة جدتي رائع اشتركوا في القناة